تقرير جديد نشرته مجلة ايكونومست يصف رئيس النظام السوري بشار الاسد بانه اكثر الحكام الذين نهبوا اوطانهم تماما بل انه زعيم مافيا يعمل على تدمير سوريا لتصبح اليوم من بين البلدان التي تتصدر قائمة الدول الفقيرة وتفتقل لمقومات الحياة الكريمة فلا خدمات متوفرة ولا فرص عمل وقبل هذا وذاك لا امن ولا امان التفاصيل التي جاءت في التقرير اشارت الى ان مصادر ثروة الاسد تأتي بالمبيعات الوقود والطاقة الكهربائية فهو يبيع الوقود لوسطاء في لبنان يدفعون بالدولار فيما يمنح ميليشيا حزب الله اللبناني وقودا كمكافأة لدعم نظامه اضافة الى ذلك يقوم ببيع جوازات السفر لمختلف السوريين العازمين على المغادرة او يحصل بواسطة المافية التي يتزعمها على مقابل مالي لعزالة الاسماء من القوائم السوداء عند نقاط التفتيش او عن طريق ابتزاز رجال الاعمال اما الدخل الاكثر ربحا لنظام الاسد فهو تجارة الادوية والمخدرات ووفقا لمحدة نيولاينز للاستراتيجية والسياسة في واشنطن فهذا النظام ينتج في 15 مصنعا ضمن مناطق نفوذه المواد المخدرة ومنها الكبتاجون وغيرها ويتم ترويجها داخل البلاد وتهريبها الى الخارج عبر الحدود مع لبنان والاردن وبنسبة للادوية فيتم تصديرها بطرق غير مشروعة في سيارات مصفحة تحميها طائرات مسيرة وأسلحة تقيلة لم يأتي تقرير المجلة البريطانية بجديد فتقارير صحفية دولية سابقة اكدت ما ورد فيه من معلومات بخصوص ثروة الاسد وطرقه الملتوية في الحصول على مصادر تمويلها والتي على ما يبدو انها لم تسعفه كثيرا في الحفاظ على امنه الشخصي الذي بث اليوم مهددا مع توالي الضربات الاسرائيلية على مواقع تابعة للميليشيات الايرانية الدعمة له والتي وصلت لمطار دمشق الدولي وقد تصل يوما حتى الى قصوره التي بناها من اموال الشعب المكلوم بنظامه